من فيض تراتي للأنفاس بالشوق ويجمعها الإحساس وحديث الجمعة يتجلى ادعوا للخير قلوب النار الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما تلاحظون إذا أتى يوم الجمعة والتفت الواحد منا إلى الجمعة الماضية قال ما هذه السرعة حقيقة إن السرعة الأيام والليالي أمر مشاهد يدركه الصغير والكبير ليس شعورا نفسيا إنما هو حقيقي تلاحقت الأيام والليالي فيأتي الجمعة تأتي الجمعة وإذا بها تلتصق مع الجمعة التي بعدها وكأنما هو احتراق السعف كما قال عليه الصلاة والسلام سرعة مخيفة للأيام والليالي البعض منا يفرح بسرعة الأيام جمعة بعد جمعة حتى يقبض مرتبة لكن نسي أنه يأخذ المال وقد خصم من عمره أكثر من ثلاثين يوم من يفرح بهذه الليالي التي رحلت والأيام التي ودعت إلا من كان مقيما على الطاعة ولذلك أقول يا صاحب الجمعة التي التصقت الجمعة التي قبلها بها وها هي الجمعة تهرب إلى الجمعة التي بعدها فصارت الأيام كأنما هي ساعات لن يسألني الله ولن يسألك عن سرعة الليالي والأيام والجمع والشهور لن يسألنا لماذا تسارعت الأيام والأزمان سيسألنا جل وعلا ماذا أودعت العمر من طاعة أنا وأنت لسنا نسير الكون حتى نوقف الشمس حتى لا تغرب أو نمسك القمر حتى لا يغيب لا يا أخي الحبيب إنما هذا التسارع تسارع حقيقي والعد التنازلي لرحيل الدنيا ابتدى منذ متى؟ منذ بعتة محمد عليه الصلاة والسلام أليس هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ أليس الحق يقول في كتابه اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر كان انشقاق القمر في عهده عليه الصلاة والسلام وكان قليلا للساعة بعثه وهو الساعة كهتين لذلك أيها الأحباب أنا لا أريد أن تعيش بعيدا عن التفاؤل لكن أنا وأنت في سرعة الأيام ما يضرني بين الجمعة إذا الجمعة إذا كنت قد ختمت ختمة للقرآن الكريم إذا كنت قد صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام آلاف إذا كنت قد أصل الفجر وأصل الصلاوات كلها جماعة إذا كنت أتصدق وأبتسم وأصل هذه الأعمار إذا كانت محملة بالطاعات لا يضرك تسارع الأيام والليالي والله إن بعضنا أحيانا يقال له منذ متى رأيت فلان قال من عام أو عامين وإذا حسبت إذا هي سبعة أعوام ثم يبدأ ينظر بخوف ورعب إلى غروب الشمس وإلى طلوع النهار والمسكين ما سار إلى الرحيم الغفار وما غير برامجه التي سرقت أعمارنا بسببها برامج اللهاث خلف الدنيا والنظر في الشاشات والعلاقات التي تسرق منا أوقات غالية ما أجمل أيها الأحباب ما أجمل مع تسارع الأيام والليالي أن نبدأ نرتب أعمارنا بما ينفعنا عند مولانا نعم لا يسرق النسارق منك دقيقة واحدة أسأل الله جل وعلا أن يمد في الآجال على الطاعة وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله قولوا آمين ثم صلوا وسلموا على خير الورى اللهم صلوا وسلم وبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة